بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم روى الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمرين الأنصاري عن أبي يونس مولا عائشة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فقال صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم فقال له الرجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما أتأخر فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي سيدنا عائشة may Allah تبارك وتعالى be pleased with her reported that she overheard a man standing at the door saying to the messenger of Allah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم Oh Rasulallah, I get up in the morning junub in a state of major ritual impurity and want to fast and the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم said, I too get up in the morning junub and want to fast so I do ghusl and fast the man said to him, you are not the same as us Allah tabaraka wa ta'ala has forgiven you all your wrong actions that have gone before and those that have come after the messenger of Allah صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم got angry and said by Allah, I hope that I am the most fearful of you with respect to Allah and the most knowledgeable of you in how I have taqwa of what I avoid doing this hadith shows us that there are many things people think break once fast yet they don't for example الاحتلام في نهاري رمضان you just have to make ghusl and continue your fast because it's out of sleep it is not out of your choice not an aerial it is a Social Forum but it's an aerial 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 aerial天op fisher for the execution now Yes so even after all the Ariers I can go back to him one came happens to his wife what I don't know كما في قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم والخيط لبيض من الخيط من الخيط لسودي من الفجر يعني النية تكون قبل الفجر النية تكون قبل الفجر ولو بدقيقة ولو بدقيقة نعم واحد يجامع أو يأكل مثلا الذي يتصحر هو في نيته من تصحر فقد نرى لأن النية عمل القلب أنا أعرف أن الاغتسال من الجماع في رمضان يجب يكون قبل الفجر هذا هو الموضوع نفسه لا يجب أن يكون قبل الفجر الجماع يجب أن يكون قبل الفجر أما الاغتسال فيمكن أن يكون بعد طلع الفجر هذا عين ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهم يعني أن يسبح الرجل جنوبا هذا لا يؤثر في صعب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسحره وسلم بارك الله لكم بسم الله ترجمة نانسي قنقر